اشتركوا في القناة معادلة الآن أمان مستقبل فلسطيني جديد بعيدا عن كل أشكال التراخي والإركان على السياسة بعيدا عن الميدان والميدان الآن ملتهب ونحمد الله أن هناك تلسيد حقيقي وعملي سواء بالعمل السياسي أو بالعمل الميداني رجدي محمود التميمي شاب في ربيع العمر من قرية النبي صالح حاله كحال أي شاب فلسطيني خرج مستنكرا لما تتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق أهالي قطاع لتصيبه رصاصات الغدر وتسكته شهيدا على مذبح الحرية أطلاق النار والرصاص الحي على المتظاهرين وكان من بين الجرحى الشهيد رجدي التميمي الذي نقل على ثرها للمستشفى وهناك تمت إعلان الاستشهاد في مستشفى رمالله جنازة رسمية حظي بها الشهيد باعتباره أحد رجال الأمن الفلسطيني فقد شيع جثمانه في موكب مهيب نقل من مشفى رمالله ليحمل على الأكتاف وليوار الثرى في مسقط رأسه النبي صالح فقد أبى الشهيد إلا أن ينطفد لقضيته وقدم روحه الطاهرة قربانا إلى هذا الوطن الذي قدم قبله ألاف الشهداء ويأبى الفلسطينيون في الضفة إلا أن يمتزج دمهم بدم إخوتهم في قطاع غزة معبرين في موقف مشرف عن وحدة هذا الوطن الذي لن تنجح آلة العدوان بتمزيقه سراء حمد من رمالله فلسطين